الأسبوع اللي فات مصر كانت تواجهها سيحية لكتير من مشاهير العالم واللي تصدروا الترنت بسبب زيارتهم لمصر وطبعا كان في مقدمتهم جوارديولا مدرب نادي منشستر سيتي واللي جي في الزيارة لمصر مع أسرته واللي بتتكون طبعا من زوجته كريستينا سيرة وأولادهم ماريا وماريوس وفالنتينا وده كان يوم الجمعة اللي فات والزيارة بدأت برحلة في الأهرامات وبعدين بدح في الحضارة وخصوصا قاعات المميوات الملكية وقاعة النسيج المصري وبعد كده كامل جوارديولا وقسرته زيارتهم لمصر في الأسر وأسوان وده في رحلة نيلية وزاروا هناك عدد كبير جدا من المعالم الأثرية ومنها معبد طبعا أبو سامبل ومن المعروف ان علاقة جوارديولا مع زوجته اللي بتشتغل عريضة أزياء بدأت من وقت مكان عمره 18 سنة لما قابلها صدفة في محل ملابس ومن وقتها هم مع بعض